اليوم سويت تصويت على أخلاق الناس وطلعت النتيجة كارثية هذا تقريبا عاشر تصويت أسويه وأنصدم حقيقة هل نحن وصلنا إلى هذه الدرجة؟ طبعا سألت الناس وقلتهم هل تريد العقار يرتفع وتشتري ولا ينزل وما تشتري؟ قال ينزل وما أشتري طبعا عدد المصوتين حوالي 2000 وشوي نصهم تقريبا قالوا ينزل ولا نشتري وين وصلنا نحن إلى هذه الدرجة يا جماعة؟ أصدهم قال كيف يرتفع ونشتري؟ كل دول العالم يرتفع ويشترون اليابان وامريكا ما يرتفع ويشترون العقار وما عندهم مشكلة لأن العقار قد يرتفع ويرتفع معه دخلك وتشتريه تشتري قصر ولا تشتري مو بشرط ينزل ورفع راسك شوي طبعا أنا التصويت على أخلاق الناس وليس على السوق العقاري ولا يعنيني نزل ولا ما نزل أنا ماني تاجر عقارات أبي أعرف أخلاق الناس عملي في العقار يتعلق بالمعلومات فقط تقييم تثمين دراسات استشارات هكذا ماني بيع ولا نشتري مرة سويت تصويت وقلت فيه الحسد هو تمني زوال نعمة الغير فهل تتمنى زوال نعمة العقاريين والترابيين؟ أغلبهم قالوا إيه نمنبههم حتى ما يقعوا في التصويت الخطأ وقالوا إيه ترى هذا حسد وقالوا إيه أنه حسد وارضع الجماعة مهم ما عندهم يعني زوال يقولون أني أنا ضد تملك المواطن لسكن والله لو عندي قدرة لسكن كل واحد منكم في قصر سواء يحبني ولا ما يحبني جزة التقييم اللي شغلتنا إن التجار إذا ربحوا قيمنا لهم وإذا خسروا وفلسوا قيمنا لهم وإذا ماتوا قيمنا لهم وراهم وراهم في التقييم إذا تضخم العقار قاموا الناس يبنونه يطمعون في البناء وإذا انكماش رفعوا عليكم الأجار وجلسوا التجار يتحرون هي ارتفع مرة ثانية أنا ودي أعرف الشيء المشكلة عند بعض الناس إنهم ما يبغون التجار يربحون ياخد جاءلك تربحنت وياهم وشنت خسران الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللي في قلب غل ترمهم منهم واحدة من ثنتين يا إنهم صوتوا هم ما يدرون وهذه كارثة كيف يصوت على شيء ما يدروا شو والأخطر لو صوتوا هو يدري وكل كوم واللي يشتم كوم يا ترابي يا مطبل يا مدري إيش وكأن عرضي أنا أسبالت لهم قولوا بورشيدر دعان الله يذكره بالخير المرجلة تاعدة وأتود ما على الرجاجيل هي ما أدري أنا بعض الناس يتمنى إن أخواني المسلمين يفلسون ويتمنى إن الله يغنيه يا أخي على نياتكم ترزقون الشتائم والبذاء ما تجلب رزق وهل يكبوا الناس في النار على وجوههم لحصائد لسنتهم السلام عليكم